مخرجي الانيمي سمعت أنا لديهم إمكانية تغيير الأحداث التي تأتي في المانغا وأيضا أحيانا يتدخل مانغاك بنفسه ويعطيهم بعض التغييرات ربما هناك استيديوهات تمنع ظهور المشاهد الصعبة خصوصا الدموية أيضا توجد مشاهد يتم السحب عنها كليا في الانيمي وبالتالي تصنع نوعا من الأفكار الخاطئة لمتابع الانيمي فقط نحن متابع المانغا طبعا من ينزعج بخصوص هذه التغييرات هناك انيميات مهمة جدا ممكن أقول أنه لا ينفع أبدا أن تغير فيه حادثا واحدا وخصوصا مع هانتر لذلك حبيت في مقطع اليوم أن أوضح بعض الأمور أراها تتداول مع بعض الفانس في التعليقات من هو مها الزولدك؟ جايرو هو ميرويم نفسه جين لا يهتم لجون وهذا أكيد راجع لهذا السبب الذي ذكرته سابقا هناك من لا يهتم بالمانغا لأنه لا ربما يكره قراءة المانغا أو ليس لديه فكرة عن ما هي المانغا أصلا لكن نعلم جيدا أن المانغا تبقى هي الأساس خلونا نطرح أهم الأحداث التي تم تغييرها في إنيمي هانتر أو تم حذفها ونبدأ مع أول حدث أساسي كايتو أول شخصية ظهرت في منغا هانتر كما نعلم وهو الذي أخبر جون عن جين فريكس أنه صياد عظيم ولا يزال حيا لأن ميتو سان كذبت على جون وقالت أن والديه توفي في حادثة سير وهنا جون سمع من كايتو كل شيء وتحمس لمسألة اختبار الصيادين ليعثر على جين فريكس وميتو سان فرضت عليه استياد سمكة الوحش كشرط لتوافق على ذهاب جون للاختبار طبعا استياد سمكة الوحش أمر صعب ومعروف عند رجال جزيرة الحوت كما يقولون خمسة رجال لا يقدرون على استيادها ميتو سان تعلم أن دماء الفريكس تجري داخل جون وشرطها لا يعتبر شيئا صعبا بالنسبة لجون هو أصلا قادر على ترويده دون استياده إن أراد ذلك لابد أنها كانت متأكدة أن جون سيصطاده كما فعلت جين سابقا وشرطها طبعا كان بدفع القلق والخوف فقط من أن يذهب جون لاختبار الصيادين المميت هي حاولت مأمكان أن تمنع ذهابه بأي وسيلة لا أدري كيف لم تفكر في عطايا اختبار كتابيا مثلا أو شيء له علاقة بالدراسة كان سيفشل حتما أما في الأنمي كما شاهدنا صحبوا عن كايطو نهائيا وبشكل ما جون عرف الحقيقة عن جين ثم اضطرت ميتو سان أن تحكي له الحقيقة الكاملة بنفسها والحقيقة الثانية ظلنا أن جين ترك ابنه بينما في الحقيقة ميتو سان اعتذرت لجون وقالت له أن جين لم يهجرك أبدا بل أنا من أخذتك منه وطالبت المحكمة برعايتك طبعا ميتو سان فعلت كل هذا لأنها كانت ترى جين أنه ليس لديه أي مقاومات الأب الصالح فخافت على جون كثيرا حتى لو طالبت ميتو المحكمة برعاية جون كانت جين قادرا أن يبقي معه جون بسهولة لكن يبدو أن جين قام بالموافقة لرغبة ميتو سان وتهيئ جون لرحلة الصيد التي دبرها له في الأخير ترك مع ميتو سان الصندوق الذي يحمل ذلك التسجيل صراحة أن جالس الآن أتخيل لو بقي جون مع الجين هل كان جين سيعلمه النين حتى يصبح جون مؤهلا لاختبار الجين الأخير أي أن يعثر عليه كما فعل مع كايتو تصور معي جون يتعلم أساسية النين وكيفية الصيد من جين نفسه إلى أي مستوى كان سيصل إليه جون هكذا أعتقد أن جون كان سيصبح صياد خطير جدا ويعتمد عليه وبموهبة أكبر بمرافقته للجين كيلوا جاء لاختبار الصيادين وقد تكون على يد الزولديك منذ ولادته لذلك كان كيلوا دائما ما يخطف الأنظار ونراه قويا جدا وخطير وربما لا نقلق عليه كما نقلق على جون رغم أن جون أيضا اعترف به الكثيرون أن لديه موهبة جبارة جدا لكن تصور جون قد تلقى تدريبات من جين منذ طفولته كما هو حال كيلوا أتخيل أنه ممكن أيضا يجعله يخوض مغامرات اكتشافية مميتة جدا رغم طفولته يعني الفريكس مجانين حتى من قدرة جون كمعزز لابد أن جين كان سيعطيه الطرق الصحيحة لتجاوز النقاط الضعف المعروفة لقدرة جون يعني يمكن أن نقول جون كان سيكون أخطر صياد صغير في هانتر أتعلمون الجميلة في الأمر أن نرى كيف جين يعلم النين لابد أن كيت قد رأى شيئا قليلا من موهبة جين في النين وفي الصيد أيضا طيلة فترة تدريبه لابد أن كيت عاش معه أيام مذهلة بالتالي استشعر روعة الجين في الصيد لذلك قال بحسب معرفتي أنه الصياد الأعظم يعني فكرة أن راجون يأخذ النين من جين أرى فكرة حماسية لأبعاد حد يعني معذرة انجرت في هذه الفكرة كثيرا ولنعود لموضوعنا الحقيقة الثالثة في الإنمي أعطى كيت رخصة الصياد الخاصة بجين لجون في أركي نمل الكيميرا أما في المانغا رخصة الصيد الخاصة بجين سقطت من كيت عندما كان مع جون في جزيرة الحوت وهو يهجم على ذلك الدب الوحش وبقيت رخصة الصياد الخاصة بجين مع جون كل تلك الفترة حتى أعادها لجين فوق الشجرة العملاقة الحقيقة الرابعة في الإنمي تم إقصاء أغلب المتراشحين لاقتبار الصيادين لأن أغلبيتهم فقدوا الوعي بسبب العاصفة التي كانت أقوى من الأولى بأضعاف بينما في المانغا بعدما تنبأ جون بمجيء العاصفة أخبر ربان السفينة بذلك وقتها تم إعلام المتراشحين من مكبر الصوت أن عاصفة أقوى من الأولى قادمة في غضون ثلاث ساعات فمن لم يقدر على مواجهتها ينسحب إلى الجزر القريبة من السفينة في أسرع وقت ممكن هنا انسحب كل المتراشحين في قوارب النجاة وبقي منهم ليوريو وغون وكورابيكا الحقيقة الخامسة هناك البعض من مشاهدي هانتر لا يعرفون ما هو مهازولديك مع أنه غني عن التعريف وصراحة رأيت الكثير من التعليقات يسألون عن ما هو مهازولديك لسبب ما تم السحب عليه في إنمي هانتر النسخة الجديدة بذلك اللي تابعوا إنمي هانتر فقط لم يعرفوا من هي هذه الشخصية وصراحة لا ندري لما تم حذف هذا المشهد الخاص بكبير السفحين في إنمي هانتر النسخة الجديدة ممكن يكون أمر من تقاشي نفسه أو ممكن يكون هذا من عمل اليستوديو بنفسه مع أن ليس لها أي معنى لكن أتوقع أن تقاشي له دخل في ذلك بسبب أحداث قادمة في القارة المظلمة ولا أريد أن أدخل في هذا الموضوع الآن بالنسبة للنسخة القديمة قد ظهرت شخصية ما هو زولديك الجد الأكبر للعائلة كما جاء في المانغا تماما النسل شهدت القناص في سبيستون سبق ورأيناه في مشهدين أي أنه ظهر مرتين في النسخة القديمة لإنمي هانتر لكن وقته ونحن صغار لم نكن ندري أنه أحد زولديك بل هو كبير العائلة الحقيقة السادسة في مشهد جاء فيه كورابيكا وهو يشرح ليغون عن قدرته زمن الإمبراطور بالضبط الحلقة الخامسة والخمسون هناك شرح جد مهم لكورابيكا صحب عليه الإنمي وجاء في المانغا في الفصل 108 كورابيكا كمجسد عندما يفعل زمن الإمبراطور يستطيع أن يصبح متخصص طبعا يستطيع أن يستخدم التحويل بنسبة 80% أما التعزيز والتلاعب بنسبة 60% أما فئة البعثة البعيدة عن التجزيد ستكون طبعا بمستوى 40% وهذا في حالته الطبيعية في الإنمي قال أنه سيستخدم 100% في جميع الفئات وهذا ليس منطقي أبدا لو كان يستطيع استخدام التعزيز بمستوى 100% لكان كورابيكا قادر أن يتحمل ضربة أوفوغين ولن تتحطم يده يعني في تلك الحالة سيكون هو أوفوغين بمستوى 100% في التعزيز أي متعادلين في الشرح المهم اللي جاء بالمانغا ولم يظهر بالإنمي الكاتب شرح أن مستوى هالة النين لا يتغير في كل فئة ولكن في القوة والدقة يمكن استعمال الفئات الأخرى بمستوى 100% وهو مفاعل زمن الإمبراطور مثلا يمكن استعمال التحويل مثلا بمستوى 80% من هالة النين يعني ستبقى ثابتة في هذا المستوى لكن بقوة 100% في هالة النين وبدقة 100% في هالة النين وهذه هي الإضافة التي شرحها في ذلك الفصل دقاشي ثلاث نقاط مهمة المستوى لا يتغير لكن الدقة والقوة في هالة النين تصبح 100% في الاستعمال الصراحة لا أدل لما سحب الإنمي لمثل هذا الشرح المهم جدا يمكنكم العودة للفصل 108 وتتأكدون بأنفسكم الحقيقة الثامنة عندما التقى جون بكايتو في بداية أركنام للكيميرا كايتو مباشرة بعد أن لمحه قال هل هذا جون تان؟ وقون بدوره قال كايتو وهذا هو الأكثر منطقية كيف في الإنمي بعد أن تلقت عيونهم لم يعرف أحدهم الآخر رغم أن شخص مهم جدا لجون مثل كايتو مستحيل أن ينسى جون شكله نفس الأمر بالنسبة لكايتو علم أن هذا الأمر راجع للتغيير الذي غيروا مسبقا في بداية الإنمي لكن أرى الشيء ليس منطقي صراحة لأنه هو من أخبره بحقيقة الجين مسبقا في جزيرة الحوت وأنقذه من الموت يعني سيبقى شكل كايتو محفورا جدا في ذاكرة جون الحقيقة التاسعة في الإنمي تم السحب عن مشهد مهم جدا بين سلالة زولديك وتم ظهور أب زينو وجد زينو أيضا الذي تحدثنا عنه مسبقا وهو مهى زولديك وهذا ظهر في المانغا عندما كان زينو يتحدث عن نيتيرو في أركينام للكيميرا والحقيقة العاشرة والأخيرة في المقطع اليوم هذا المشهد ليس مهما للغاية صراحة لكن أضيفه لقائمة المشاهد التي تم حثفها في الإنمي لدينا في الفصل ثلاثمائة وخمستاش الصفحة تسعة عشر والأخيرة تم ظهور جين فريكس لأول مرة بين الحشود وهذا كان بعد أن شعت أخبار نيتيرو فيما يخص استقالته من جمعية الصيادين طبعا ظهور جين هنا لم يأتي في الإنمي وأظن أنه نفس اليوم الذي التقى فيه جين مع بينز قبل يومين من اجتماع الجونيشن هذا ما كان لدي إخوتي أنا حاولت أن أجمع أهم التغييرات التي طرأت في إنيمي هانتر النسخة الجديدة الممكن قد فوت حدثا آخر مهم جدا إن كانت لديكم إضافة قد نستوها اكتبها في التعليقات في الأخير أريد أن أنوه لقناة أخي آي سايكو يعطي نظريات وتوقعات عن هانتر روحوا تابعوه ودعموا محتوى عجبكم وسوف أترك لكم قناته في الوصف أشكر كل الإخوة التي تبعت المقطع للنهاية وشكرا لدعمكم المحتوى وألقاكم إن شاء الله في نقاش جديد عن هانتر قريب قريب جدا ماتنا